موسيقى نبدأ تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها متجر سويسري يبدأ بتقديم بورغر الحشرات للمستهلكين بدأت سلسلة متاجر كوب السويسرية الشهيرة ببيع شطائر بورغر تحتوي على دودة الطحين بدعوى أنها غنية بالبروتين وتعد السويسرا هي أول بلد أوروبي يسمح ببيع الحشرات كمادة غذائية في متاجره إلى صحيفة الشرق الأوسط التي اخترنا منها لكم ساعة بيكبين تتوقف عن العمل حتى عام 2021 توقفت دقات ساعة بيكبين الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن وستستمر في التوقف حتى عام 2021 بغية إجراء إصلاحات ضرورية تشمل الساعة والبرج المحيطة بها وقالت السلطات البريطانية أن توقف ساعة بيكبين سيحمل عاملين القائمين على إجراء عمليات الإصلاح ونقرأ مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية واتساب ستيتوس بألوان جديدة جاء في تفاصيل الخبر أطلق تطبيق واتساب تحديثا جديدا يوفر للمستخدمين القدرة على كتابة الحالة أو الستيتوس بخلفية ملونة على غرار ما يحدث في تطبيق فيسبوك وأطلق واتساب التحديث الجديد حاليا بشكل اختباري لعدد محدود من المستخدمين صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم ناسا تخطط لتوليد الأكسجين على سطح المريخ تمهيدا لإرسال البشر كشفت وكالة ناسا خطة جديدة للتغلب على واحدة من أكبر العقبات التي تعرقل استمرار استعمار المريخ اتعتزم الوكالة استخدام الغلاف الجوي للكوكب الأحمر لتوليد الأكسجين عند هبوط المسبار الفضائي روفر لمهمة المريخ في عام 2020 ختاما مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية التي اخترنا منها لكم هذا الخبر الصحي اختبار للعين يشخص الزهايمر مبكرا طور باحثون أمريكيون اختبارا للعين يمكنه أن يرصد مرض ألسهايمر قبل عشرين عاما من ظهور أعراضه واشار الباحثون إلى أن الاختبار الجديد يعد من أكبر الإنجازات المتعلقة ببحث السرطان حتى يومنا هذا موسيقى